أكدت وزارة الدفاع أنها لا تسمح بتسقيط القادة العسكريين مبيناتا أن الفريق الركن جميل الشمري أصدر أوميره بعدم إطلاق النار على المتظاهرين وقالت الوزارة في بيان أنها تتابع بقلق الهجمة الإعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة وشجاعة وأضافت أن ما يحصل هو هجمة أعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري حيث أنه كلف بواجب في خلية الأزمة لمحافظة ذيقار وفور وصوله باشرة بعقد اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم إطلاق النار وتأكيد حماية المتظاهرين وساحة الاعتصام